دكتور نيدال اليوم فرنسا طبعا لعب محوري في هذه في أزمة أوكرانيا اليوم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون قال هذه الحرب ستطول يبدو في خطة فرنسية لتقديم الدعم العسكري بداية لأوكرانيا طبعا إضافة إلى الدعم على المستوى الإنساني وما يترافق ذلك بطبيعة الحال من أزمة نزوح وبإمكاننا في هذه اللحظات متابعة هذه الصور التي تأتينا تباعا ومباشرة من عدد من الحدود الأوكرانية مع دول الجوار حيث يتدفق النزحون الأوكرانيون بأرقام كبيرة جدا أشارت لربما بولندا إلى دخول مئة ألف أوكراني إلى أراضيها خلال الساعات الماضية وهذا بطبيعة الحال سيشكل أزمة أوروبية بين استضافات هؤلاء ومحاولت لربما إيجاد مخرج لهذه الأزمة دكتور نيدال تسمعوني صباح الخير كما تعلمين الموقف الفرنسي أصلا كان واضح وكان هناك تحذيرات فرنسية كثيرة قبل هذه الأزمة خاصة من عملية التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الحرب غير التداعيات الأمنية لهذا كان هناك حراك دبلوماسي مكثف من الرئيس ماكرون كما تعلمين هو أجرى عدد كبير من اتصالات وزار موسكو بهدف الوصول لحل دبلوماسي وكي لا تصل الأمور إلى ما وصلت عليه اليوم هناك خيبة أمل فرنسية من الجانب الروسي لأن الفرنسا وأوروبا كانت تعول على الحوار مع روسيا لكن للأسف روسيا اتخذت هذا القرار بمعزل عن الضغطات الأوروبية حاليا أكيد فرنسا هي مجبرة بتقديم كما أوروبا بتقديم خاصة مساعدات إنسانية بالدرجة الأولى أنا باعتقاد هي ستكون أهم بكثير من المساعدات العسكرية لأنه هي المساعدات العسكرية هناك علامات استفهام كثير حول هذه الحل العسكري كما تعلمين أوروبا حتى في ظل الحرب هي تعول أكثر على الحلول الدبلوماسية على الحلول من أجل الضغط الاقتصادي على روسيا وليس من خلال الحرب أعتقد أن ما قصد به الرئيس ماكرون أن هذه الحرب ستدوم أعتقد التداعيات تبع هذه الحرب ستدوم وستكون كثيرة كما تعلمين أعتقد أن الجرة قد كسرت بين روسيا والأوروبيين وهذا سيكون له تداعيات كبيرة تداعيات اقتصادية كتداعيات اجتماعية على الجانبين على الجانب الروسي كما على الجانب الأوروبي فبالتالي هنا العملية الأكيد أن الرئيس فلاديمير بوتين سيحاول أن يحسم أن يحسم الأهداف هذه الحرب بسرعة كبيرة لأنه كل يوم يتأخر ستكون خسائره أكبر وستتغير معادلات الضغط في عملية الحوار أكيد فلهذا هناك ضغط نرى اليوم هناك ضغط عسكري كبير من أجل حسم هذه الأمور من أجل هو الهدف واحد تغيير النظام في أوكرانيا فبالتالي هناك ضغط كبير هناك كما تعلمين أيضا الرئيس الفرنسي إمباريح كان قد تحدث وقد أشار أنه فرنسا هي مع إخراج روسيا من النظام المالي من عملية سويفت وتحدث هناك عن معرقلين أوروبيين آخرين هنا نتحدث بشكل مباشر أكثر عن ألمانيا وإيطاليا هم المعرقلون لهذه لكن أيضا هناك أمر لافت أن هذا الخيار خيار فرد وهو تحدث عنه سلاح نووي اقتصادي عملية إخراج روسيا من السويفت أن هذه تركينا لمرحلة لاحقة فبالتالي هناك هذه دكتور ستتسبب أيضا بضرر مباشر على الجانب الأوروبي كمان يعني اليوم لا يمكن أن نتجاوز مسألة الغاز هي مهمة وتابعنا في تردد أوروبي وتباين في الموقف تجاه إخراج روسيا من السويفت في انقسام أكيد في انقسام هناك أوروبي كبير على كل الأمور عملية التسليح عملية العقوبات أصلا يعني كما تعلمين هذه العقوبات هي عقوبات ذو حدين هي صحيح هي تضر بروسيا لكن أيضا تضر بالأوروبيين يعني هي هذه أنت تعرف أن روسيا هي شريك استراتيجي وهي جارة استراتيجية فبالتالي العلاقات بينهم كبيرة جدا وخطا إذا نتحدث عن يعني مجال الطاقة يعني تعرفين هناك أكثر من 50% من الغاز الذي يأتي إلى ألمانيا هو غاز روسي وهي تتحدثين عن القوى الاقتصادية الكبرى في الاتحاد الأوروبي أكيد هناك انقسام أكيد هناك انقسام انقسام كبير جدا لكن أعتقد الأوروبيون حاليا هم مجبرون على اتخاذ خطوة تجاه روسيا لكن كما ذكرنا هناك يعني مسافة مسافة من أجل التوصل لحل دبلوماسي لهذه الأزمة لا أعرف كيف يعني ممكن أن يكون هذا الحل الدبلوماسي لكن هناك هامش أعتقد يعني أن الأوروبيين تركين هذا الهامش من أجل التوصل لحل ما وحتى يعني حتى إذا نرى نحن الولايات المتحدة الأمريكية وليس فقط أمريكا كل هذه العقوبات حتى الساعة هي تستثني قطاع النفط والغاز ولهذا نحن نرى اليوم هناك تقريبا عملية استقرار في هذا في هذا يعني في هذا القطاع وهو أمر يعني ملفت فبالتالي هنا يعني الكثير من المحللين يتحدثون أنه حتى الساعة يعني العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا هي ليست يعني لم تحقق الأهداف المرجوة فبالتالي هناك دعوات وخاصة دعوات أوكرانية لكي تزيد يزيد الضغط خاصة هناك تأكيد عملية إخراج روسيا من النظام المالي وهذه ستكون له تدعيات سلبية كثيرة 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 جدا ليس فقط على روسيا بل أيضا على الاتحاد الأوروبي ودول الأوروبية wash ما موضوح موضوح فقط لا يمكننا أن أخبر ات Fish